ثلاثة عقود من التاريخ السياسي لليمن الحديث برزت فيه الكثير من المتغيرات العاصفة على صعيد العمل الحزبي والسياسي ومجريات التوافق والصراع بين الشركاء والفرقاء في السلطة والمعارضة وبرز معها محمد الصبري مفكرا سياسيا متجددا مثل الصبري الشاب القادم من قسم العلوم السياسية في جامعة صنعاء صوت الجيل الجديد في مضمار العمل السياسي وهو صوت طالما ارتبط بتطلعات الشباب اليمني في معترك النضال السلمي والعمل المدني وساحات الحرية والتغيير تولى السياسي محمد الصبري الكثير من المناصب الإدارية في حزب التنظيم الوحدوي الناصري الذي ينتمي إليه وتعاطى مع العمل السياسي برؤية وطنية تتجاوز الأطور التنظيمية لأي انتماء حزبي إلى ما هو أبعد من فضاء الولاء الوطني لليمن الأكمل والأشمل مثلت البساطة إحدى سماته الشخصية وكارزمها الذاتية وأدار شبكة واسعة من العلاقات العامة وصداقات الشخصية مع الناس بمختلف توجهاتهم السياسية أو حتى عامة الناس الذين لا يمتلكون قسطا من تعليم ولا يرتبطون بالسياسة في شيء عمل الصبري عضوا في اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك المعارض قبل أن يتولى رئاسة اللجنة والناطق الرسمي باسمها عدة مرات وكان حضوره في هذه المرحلة ذروة الألق في لمعاني نجم على المستوى السياسي وكذلك في فضاء الإعلام والصحافة محمد الصبري السياسي المتجدد والوطني الثابت في موقفه حتى آخر شهقة من حياته وتلك واحدة من مقاربات أدائه السياسي المتميز الذي اتسم على طول مساره بمرونة التعاطي وثبات المبدأ والقدرة على رأب الصدع وابتكار الكلمة السواء بين كل طرفين قيض غير أن ما هو مؤكد في سيرة الراحل الفقيد محمد الصبري هو التزامه بربل الموقف وعفة اليد اليد التي لا تعرف المقايضة تحت الطاولة أو خلف ستائر الليل وجدران السوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر